اكثر من اربع مئة شخص بينهم اطفال ونساء سقطوا بين قتيل وجريح اثر قذائف الميليشيات الحوثية المنهالة على رؤوس المدنيين في محافظتي تعز والضالعة خلال الاسابيع القليل الماضية ضمن احصائية مفزعة دفعت الحكومة اليمنية الى تجديد مطالبتها للامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان وكذا مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياتهم بخصوص الحفاظ على ارواح الابرياء وممارسة مزيد من الضغط لردع ميليشيات الحوثي وايقافها عن استهداف المدنيين في سياق متصل اصدرت وزارة حقوق الانسان اليمنية بيانا اكدت من خلاله ان استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني يأتي انعكاسا طبيعيا لصمت المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته الاخلاقية وواجباته القانونية تجاه حماية المدنيين وعجزه عن اتخاذ خطوات اكثر صرامة في ظل استمرار الميليشيات الارهابية بارتكاب الانتهاكات والجرائم الفضيعة هذه الجرائم بحق المدنيين اشتدت ضراوتها خلال اواخر الشهر الفضيل وايام عيد الفطر المبارك ومن بينها الانتهاكات الجسيمة بحق طفولة في ريف ومدينة تعز حيث راح ضحيتها العشرات قتلى وجرحى بفعل قذائف الميليشيات الحاقدة ورصاص القناص المتمركزين في المناطق المطلة على الاحياء السكنية كما صبت الميليشيات جام حقدها ونار قذائفها بتجاه الاحياء السكنية في محافظة الضالع خصوصا بعد الهزائم التي لحقت بعناصرها خلال الايام الماضية في مديرية قعطبة وغيرها من المناطق ضمن تأكيد على ان هذه الجماعة الارهابية لا تتورع عن اراقة دماء الابرياء في سبيل التغطية على انكساراتها الميدانية ولا تلتزم بقوانين الحرب التي تنص على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات القصف والاستهداف المباشر ترجمة نانسي قنقر